قال قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته أنت تعبد الله لكن ضمن الصراط المستقيم قل كل يعمل على شاكلته الإنسان يعبد الله أحيانا في العلم يعبد الله في مجاله في وظيفته عبادة أنت تعبد الله عندما تؤدي وظيفتك بالشكل التام أحدهم يقول أيضا قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب الله غافر باسم فاعل مو غفرة فقط إنما غافر الذنب هذا طبعا على الإضافة غافر الذنب وقابل التوب الله سبحانه وتعالى في مغفرته شيء عظيم الله يغفر لنا جميعا يغفر لنا يا أخوة أحدهم أيضا يقول قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم يا الله يا محمد صلى الله على محمد نبئ عبادي أخبرهم قل لهم أني أنا الغفور الرحيم شوف على التوكيد أني أنا الغفور الرحيم في سورة الحجر أو الآية التي سبقتها قل كل يعمل في سورة الإسراء أيضا سبحان الله يطمع الإنسان بهذه المغفرة هذه المغفرة إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا السحرة أي رأسا سبحان الله خلال لحظات آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر إذن نحن نطمع بمغفرة الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ويا رب في هذا الشهر الكريم نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تتوب علينا